السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إخوات العزاء مرحبا بكم يا من آمنتم بالله ورضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا اللهم صلي وسلم وبارك عليك وعلى آلك الأطهار الأبرار يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله يا مختار وصلت عليك ملائك الرحمن وصار الضياء بسائر الأكوان لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن اللهم صلي وسلم وبارك عليك وعلى آلك الأطهار الأبرار يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله يا مختار يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا سيدي يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلنا معه على الحوض يا رب العالمين اللهم اجعلنا معه على الحوض يا رب العالمين إحساس جميل أن نكون مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الحوض يوم القيامة إحساس جميل إحساس جميل أن تكون راضي بقسمة الله تبارك وتعالى إحساس جميل إحساس جميل أن تحافظ على لسانك لا تكلم في أعراض الناس لا تكلم في حق الناس لا تكلم في ما يغضب الله تبارك وتعالى وبعد كده تقول أصل أنا في الإعلام أصل أنا إعلاني أصل كذا كثير من الناس يقابلك يقول أنت عارف فلاني الفلاني ده عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا بيقوله واحدة تانية ده فلانتي الفلانية دي عملت كذا 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 بيقوله طب يبتع بيقوله أنت شفت لا سمعت يعني سمعتهم بأذنك لا طب الرجل الشريف ده أنت طلعت على أي حاجة تخصه لا أصل بيقوله السيدة الفاضلة أصل بيقوله على فلانتي الفلانية يا مراد فلاني الفلاني أصل بيقوله ونيجي يوم القيامة أصل بيقوله ده يقولك يا عم اسكت أنت ما تعرفش حاجة ده بيعمل كذا اسكت يا لساني أنت ما تعرفش ده بيعمل كذا اسكت يا لساني طب اللي أنت بتقوله ده أنت شفته لا ده بيقوله يبقى الشيطان والعياز بالله خد كده ناس مخصصين وبدل ما يكونوا نفعل نفسهم ونفعل الإنسانية ونفعل الإيمان ونفعل القرب بالله ونفعل للخير في المجتمع الشيطان بدأ أن هو ياخدهم يعني والعياز بالله ويشغلهم عنده يشغلهم عنده بقى يتكلموا في حق الناس يشغلهم عنده ينشروا الفواحش على الناس ينشروا والعياز بالله السمعة السلبية على الناس دول بقى يأتوا يوم القيامة هؤلاء الذين سخروا وتكلموا في حقهم يقفون بين إيدان الله تبارك وتعالى يتخذ من حسناتهم لهؤلاء وإذ لم يكن عنده هؤلاء حسنات يؤخذ من سيئات هؤلاء ويستلامها هؤلاء اللي كانوا قاعدين مهمتهم أنه هم يتكلموا في حق الناس مشكلة كبيرة جدا جدا بدأ الإعلام يخليها أمر طبيعي يعني بإن هي عادي جدا أن فلان الفلان يتكلم في حق فلان الفلان فلان الفلان ده وحش فلان الفلان ده مش نافع فلانت الفلانية دي كذا فلانت الفلانية دي مش عارف إيه كذا خدت بالحضراتكم ومهمتهم أنه هم يتكلموا في حق الناس في حق الناس في حق الناس وهؤلاء الناس ولئن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا يعني حرصين على أن تشيع الفاحش دون ربنا بشرهم بعذاب أليم كما قال القرآن الكريم ربنا بشرهم بشرهم وكلمة بشر هنا سخرية والسخرية في القرآن الكريم ما هو القرآن الكريم بيدخل أهل النار وهو بيدخله ربنا النار في القرآن تقول الآية ذوق إنك أنت العزيز الكريم بحق بحق بأنا ما إلا ما إيه الجمال ده رب إيه الجمال بدخله النار وقوله ذوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم بيه تمطرون تكذبون خدت بالحضراتكم فييجي الإنسان ده المتكبر المتعالي المتغطرس أو الإنسان المتكبرة المتعالية المتغطرسة التي تنظر إلى زميلتها من النساء بأن كلهم مش نفعين وكلهم كذا وكلهم كذا أو أول عياذ بالله يتكلموا في حقهم ويبدأوا يتكلموا في الأعراض ويتكلموا في كلام ما يصحش كلام لا يليق كلام لا يرقى لا بالمؤمنين ولا بغير المؤمنين فهؤلاء لما نيجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن العبد أن العبد لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا من غضب الله لا يلقي لها بالا من غضب الله فتاوي به في النار سبعين خريفا أن واحد يتكلم في حق واحد كده ويهو عمال يقول يعني يفرح أن إحنا بنتكلم في حقه يفرح أن يلاقي ناس بتغير منه طب ما أنت في الآخر هيمدوك على رجليك طب ليه؟ ليه تعرض نفسك لكده؟ أنت أرقى وأعظم وأعلى من أن أنت يتعامل فيك كده فلما نيجي بقى وإحنا في الدنيا يبقى ربنا تبارك وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد ما يلفظ أنتوا عارفين من قول إلا لديه رقيب عديد كل اللي يطلع من لساننا يتكتب علينا كل اللي يطلع من لساننا يتكتب علينا هتتكلم في حق الناس وهتتكلم في أعراض الناس وهتنشر يعني أنا كنت ما قاعد مع أحد بتكلم معه قال لي إيه رأك في الوادي ابن الشيخ فلان الفلان والله العظيم وأقسم بالله قلت له ده إنسان ممتاز جدا قال لي بيقوله قلت له انت شفت قال لي لا قلت له شفت بعينك قال لي لا قلت له سمعت بوهدنك قال لي لا قلت له كنت معاه في الموقف قال لي لا قلت له طب ليه الشيطان والعياذ بالله حطت عليك بردعة ومنزل رجليه وسيئك ليه انت تبقى واحد في ليه تبقى واحد في المنظومة اللي عقدها الشيطان ده بيسلم ده ده بيسلم ده وانت أساسا لم تتبين الله تبارك وتعالى وضع لنا علشان اللي بتكلمه في حق الناس يفهمه سبعين خريفا كلمة من غضب الله سبعين خريفا وربنا تبارك وتعالى حذرنا وحذرك وحذرك وقال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اجي تانبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إث إن بعض الظن إث ده الظن طيب في القول بقى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقهم بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين طب هو الكلام في حق الناس بيعمل إيه في المجتمع الكلام في حق الناس بيبرجل الناس الكلام في حق الناس بيبرجل الصناعة والتجارة الكلام في حق الناس بيبرجل الشغل واحد الناس متكلمه في حقه فمتبرجل فراء شغل لا يجيد شغل فالكلام في حق الناس بيبرجل البيت وبيرجب برجل الشخصية وبيبرج للشغل وبيبرج للحياة وبيبرج للدول كلام مجذوب فهو ده اللي أنا عايز أقوله تخيله بقى كل واحد اتكلم وتكتبت في صحيفة سيئات وقالقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة وربنا سبحانه وتعالى علي غضبان موقف صعب يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا فتبينوا هنا بتقطع اليقين بتقطع الشك على طول فتبينوا نتبين ده ابنك حصل له كذا 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 أتبين قبل ما لأن فيه كثير من الأباء ييجي بقى واحد يقول له الواد ابنك عمل كذا 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 مبارح والتاني ده بيهول الموقف والموضوع ما كانش كده ده كان عكس كده تماما يوم جاي الأب ده تلقائي من غير ما يستفن من الولد ده عمل إيه ومن غير ما يسأله ومن غير ما يتدبر معاه ومن غير ما يستفن معاه استفهام واستعلام واستجواب ويبدأ الأب حالة كده من التعامل الجميل بينه وبين ضناه احنا لازم ان احنا نرقم مع أولادنا ونكبر مع أولادنا لا الأب ده بناء على الكلام الغلط اللي تقال له ده أول ما دخل ابنه ضرب 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 أو أول ما دخلت بنته واحدة مكلمها في حق بنته ده بنتك كذا ده بنتك كذا من غير ما يتدبر الأمر من غير ما يعرف الأمر من غير ما يكون له يعني فهم ووعي وإدراك من غير ما يتدبر مجرد ما البنت تدخل ضرب ضربه واسحابه الموبايل واسحابه من غير ما يتفهمه من غير ما يعرفه أي حاجة خليها قواعد عندنا يبقى احنا عندنا ربنا تبارك وتعالى قال في الظن اجي تانبه كثيرا من الظن يبقى أنا دلوقتي أول ما ظن اجتنب هذا الظن وخليني بقى في الواقع أخليني في الواقع اللي هو ربنا قال فيه ايه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِنْ جَأَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَأَ حتى الناس اللي بتتكلم في حق الناس دي ربنا سمها فسقة فسقة لأن تسعين في المئة منهم ربنا يلطف يعني بيتغزوا على الكلام في حق الناس بيشموا الأكسوجين على الكلام في حق الناس بيسعدوا ويشعروا بالنميمة بأن يعني فخر يتجمعوا كده يتكلموا في حق الناس وفينيجي احنا في هذا الموقف لازم نعرف ولازم نتعلم بأن احنا نطارد على ربنا تبارك وتعالى إِنْ جَأَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَأٍ حد قال لك نبأ فتبينوا فتبينوا تبين هل هو حق أم باطل فتبينوا ليه لأن فيه كثير من الناس بتتأزأ فيه ناس كثير بتتأزأ من مجرد الكلام عليهم وهم براء وهم انظاف وهم حاجة حلوة أو جيد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِنْ جَأَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَأٍ فتبينوا فتبينوا بقى بالفكر تبينوا بالتحليل تبينوا بالسؤال تبينوا بالواقع تبينوا حوالين الحدث فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة بجهالكم هتصيبوا هؤلاء القوم بجهالة هتصيبوهم تصيبوهم بجهالكم المعرفي بجهالكم لأنكم ما سألتوش بجهالكم لأنكم ما تدبرتوش بجهالكم لأنكم لم تقوموا الأمور بشكلات طبيعي بجهلكم بأن أنت لم تدرسوا الأمور وتقوموا بوزنها بجهلكم بجهالة بجهالة ما هو الإنسان اللي بيجيله نبأ وبيتبين بالعلم وبالمعرفة يتبين بالحق ويتبين بالعدل يتبين بالبركة ويتبين بالنور ويتبين هذا الإنسان اللي بيتبين ده ربنا تبارك وتعالى بيه نجيء أنه يقع في قوله تعالى فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ده ربنا بينجيه من قوله تعالى في قوله تعالى التنين أن الشخص ده ما يقعش في قوله تعالى فتصبحوا على ما فعلتم نادمين لأن الموقف بتاع الكلام بينتقل إلى فعل والعياذ بالله ليه لأن الكلمة بتتقال بيبقالها رد فعل مش بيبقالها رد كلمة لا للكلمة بتتقال بيبقالها رد فعل ورد الفعل ده والعياذ بالله ممكن واحد يضرب واحد ضربة والشخص ده مظلوم فيقع صريعا ميتا او قد يسمعه بكلمة تجرح مشاعره تجرح عوطفه تجرح قلبه تجرح كل حاجة جميلة فيه تجرح اي حاجة جميلة اي حاجة رائعة فيه فتصبحه على ما فعلتم نادمين يبقى الشخص اللي تبين لا يمكن هيقع في مقام النادمين انما والعياذ بالله الشخص المتسرع اللي ما بيتبينش هو ده ربنا قال عنه ان تصيبوا قوما بجهالة هنا جهالة عقولك جهالة افعالك جهالة مواقفكم جهالة اتخاذ قراراتكم جهالة الحمق الذي كان فيه قلبكم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يقعد بقى الشخص ده يقول لك ياريتني ما اتكلمت في حق الفلان ياريتني لما سمعت الكلمة اللي جات دي علشانك في حق فلان الفلاني او حق فلانت الفلانية ياريتني ما اتكلمت في حقه ياريتني ما اتكلمت في حقه ياريتني كنت تدبرت وسألت الاول ليه حصل الموقف ده علشان كذا ياريتني لم احكم ياريتني لم اتخذ قرار ياريتني لم اكن رد فعل غلط ياريتني ونروح لرب كريم تبارك وتعالى بس لازم ان احنا حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا بدل ما نبقى راجل نمام حتى في ناس متدينين مهمتها النميمة عارفين فلاني الفلاني وبيعمل وفلاني طب يا سيد انت روحت اتكلمت معنا صحت وهل تواصلت معاه هل كذا 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 انا في بعض الاوقات كده الاقي عن نت حاجة مش منضبطة فادخل على صاحبة واقسم بالله باعمل كذا ادخل على صاحبة اسجله رسالة بصوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابن العزيز يعني اسأل الله عز وجل ان ينير لك قلبك واجعلك من السعداء واجعلك من الاطهار الابرار واجعلك من الذين ينشرون كل فضيلة انت عارف يا ابني ان ما تنشره من الكذب وما تنشره من الحاجات المحرمة التي تغضب الله بيتفرج عليك ملايين والملايين دول في صحيفة سيئاتك تأتي بقى انت يوم القيامة فتجد جبال من السيئات ايه ده يا رب انا ما عملتش كل السيئات دي لا دي انت عملتها في موقف مشارته على النت او كتبته عملته فأسأت لنفسك وأسأت للناس وأسأت لربك تبارك وتعالى ولذلك لازم نحاسب انفسنا وافضل اتكلم مع ابني ده او بنتي او لا بنتي انت اعظم من ان انت تبقي بهذا الابتزال انت اعظم من ان انت كذا وانت ربنا سبحانه وتعالى خلقك في احسن تقويم وخلقك انسانة طهرة انسانة عظيمة انسانة راقية خلقك رب تبارك وتعالى في احسن تقويم فلا تكون في احبال الشيطان فلا تنزلي الى احبال الشيطان فلا تنزلي والعياذ بالله الى طريق الشيطان انت اعظم وارقى واجمل وافضل من ان انت تبقي مع الشيطان انا اتمنى ان حضرتك النهاردة تعلني لربك التوبة خل بالك ربك رحمن رحيم هيتوب عليك والملايين اللي شفوك قبل كده في الغلط ان شاء الله باذن الله تعالى لما هشوفوك وانت بتقرأ ايه من القرآن الكريم او بتقرأ احديث للنبي الامين ان الحسنات يذهبن السيئات وانت يا ابني ان الحسنات يذهبن السيئات وهتجد ان ربنا تبارك وتعالى تخيل بقى جبال السيئات اللي انت عملتها دي هتتمسح بالحسنات اللي انت بتعملها بل والحسنات دي ربنا تبارك وتعالى يثبتها لك وانت ستكون سعيد وانت يا بنتي خلي بالك ربنا رحمن رحيم ربنا قادر ان يتوب عليك ربنا قادر ان يأخذك في رحمتي ربنا قادر ان يجعل منك انسان حافظة لكتاب الله تبارك وتعالى ربنا قادر ان يجعل منك ام صالحة في بيت صالح وتكون نموذج لكل خير وافضل اذكرهم بالله تبارك وتعالى برسائل جميلة كلها ادب ما بدخلش بقى قولي ايه يا ايه هل يا راحين النار انت ربنا مش هيسيبكم انت عارفين الناس اللي بتتكلم كده طبعا فانا بخلش اش اقول كده انا ساعة ما بلاقي واحد بيتكلم كده واحد والله العظيم اللي ايته في خطب الجمعة والناس ضايعة والناس تايحة والناس مش نافعة يا ابني غلط ده غلط اللي انت بتقوله يا كده غلط انما تقول مهما تاهي الانسان ما اروعك حين ان تعود الى الله مهما ضاع الانسان ما اروعه ان يتوب الى مولا مهما تاهي الانسان انما انت عملته لايه وتاهوا بقى وفضلت سايبهم في العراء توهتهم ويسبتهم يا ابني هدهم بالتوبة هدهم بالندم هدهم بالاخلاص هدهم بتذكرهم بالله تبارك وتعالى هدهم بان ربنا اسمه الرحمن الرحيم هدهم بان ربنا اسمه البطيف الكريم هدهم تفاعل مع اسماء الله الحسن مع خلق الله مع عباد الله علشان نصنع مجتمع ناجح يبقى مجتمع ما فيهوش نميمة مجتمع ما فيهوش والعياذ بالله التصرع في الاحكام على الناس وان انت تتكلم ابن فلان وابن فلان ويجوا بالذات على الناس اللي هم يعني ربنا سبحانه وتعالى ساترهم بالمال ساترهم بالسمعة بالشهرة ساترهم بكذا 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 يبقى واحد مش قادر ان هو يصل مثلا الى المستوى اللي ربنا سبحانه وتعالى حطون فيه ومش هو اللي حطت نفسه انما هو اجتهد وخد بالاسباب واشتغل وسهر وسافر واعد وجلس ووقع ووقف وبعد كذا ربنا سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون خلاص هو توكل الله فربنا تبارك وتعالى بسعيه يعني ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله ابدا رب لا يضيع اجر من احسن عمله فييجي بقى واحد عنده اضطرابات نفسية ويبدأ هذا اللي عنده اضطرابات نفسية اقول لك اه انا ابدأ اتكلم في حق ابن فلان الفلان الغني علشان الاسم يسمع زي بعض بعض المشايخ او فاجأ الا ايه ما يعلقش الا على المشاهير مشاهير الكورة مشاهير كذا مشاهير كذا مشاهير كذا ويجيب صورته جنب صورته عشان هو يتشهر ما هو لو كان يعني هذا الشخص متجرد لله تبارك وتعالى ما تعدش تتصيد للمشاهير كذا وووو الى اخر انما تدبر الامر اتكلم عنه بكلام جميل جدا كلام دعوي كلام رائع كلام هادف كلام لان احنا عندنا كلام هادف وعندنا كلام هايف زي ما عندنا راجل جنتل وعندنا راجل جيركن خدت بالحضراتكم فاحنا لازم ان احنا نعيش حياتنا واحنا بنتدبر يا جماعة الدنيا اللي احنا فيها دي هتتفضل فيهم من الايام فنحرص بقى على لساننا ما يلفظ من قول الا لدي رقيب عتيد يا رب استغفرك من كل قول قاله لساني انا هقول دلوقتي يا رب استغفرك من كل قول قاله لساني بقصد او بغير قصد سامحني يا ارحم الراحمين اللهم امين وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يقول الكلمة من صخط الله فيهو بها في النار سبعين خريفا يا رب اتوب اليك من كل كلمة انا قلت هذه الكلمة من صخطك وانا لا ادري فاسألك يا رب ان تتوب عليها ولا تأخذني بها في النار جميل او او ان انا اقعد حاسب في نفسي وما اقولش بقى لا ده انت بقى معقول انت تقول اه ده انا حاسب بها وحاسب بها ما حدش ينفعني حدش ينفع بحضر مع واحد بحضر مع واحد عالم بقول له انت مشهور او الناس كلها هيبقوا يوم القيامة هيشهدوا عليك هيقول له فضيلة فلان الفلان اللي كذا كذا اما انا كريدة طايمة لا انا جماعة انا نصح بالناس وعندي قناعة بان ان شاء الله يوم القيامة نشهد لبعض انا هشهد لهم بانهم ما كانوا يتفرجوا عليها وانا بتكلم في الخير فهم كانوا عاشين في قول ليه تبارك وتعالى الذين يستمعون الذين يتبعون القول الذين يستمعون القول فيتبعون احسن فالناس دي كانوا بيستمعوا القول بيتبعوا احسن انا باشهد لهم يا رب يوم يوم القيامة انما نجي يوم يوم القيامة يبقى مزنوق وأشهد لكم يا جماعة قفوا جان بتقولي ما نعرفوش يا جماعة كنت والله بطلع من لقحة ما نعرفوش لا ده الناجي لازم يأخذ بيادي اخيه الناجي لازم يأخذ بيادي اخيه الناجي يأخذ بيادي اخيه واللي يقدر يشفع لحد يشفع له وربنا الرحمن الرحيم ومش معقول احنا هنبقى كده واكرم الاكرمين لا ده ربنا سيقول انا اكرم منكم ربنا تبارك وتعالى يقول انا اكرم منكم يبقى الكلمة نحرز وان جاءنا فاسقهم بنبأ لازم نتبين قبل من ارتكب بعض المواقف الحمقاء والله في ناس قتلت ناس واتصح فيه بيسألوه الله يرحمه وسكنه الفردوس الاعلى اي اي اصعب حاجة حصلت فيك في حياتك والله العظيم هذا حصل قال لهم كتبت عن بنت كلاما انا سمعته فنزلت في الجرائد فرحوا اهلاها قتلوا ثم تبين لي الصحف اللي بيقول كده ثم تبين لي انها لم تفعل ذلك وانها كانت مظلومة قيل عنها وهي لم تكن قيل عنها وهي لم تكن فمظلومة فقتلت مظلومة بسبب كلمة الصحف ده الذي لم يتبين الذي لم يتبين ولذلك انا ولاد ولاد الصحفيين في حوارات معينة كده واحنا بنتكلم مع بعض اقول له خلي بالك يا ابني لازم تبقى صادق في النشر لازم تبقى صادق في نقل الكلمات واوعى تنشر الرزيلة والعياذ بالله في المجتمع واوعى تكون سبب في الانهيارات بقول له بقول له خلي بالك اللي انت بتقوله ده معلومات والمعلومات دي فيه اجهزة بتاخد هذه المعلومات وبتبنى عليها مواقف فانت لو ضللت العدالة لو ضللت اجهزة الامن واجهزة المخابرات وضللت كل الاجهزة وضللت الرأي العام بكلام انت كذبه وانت بتشرب سجارة بانجو وانت عاد في بلكونة كلام غلط في غلط وكلام افطرة في افطرة انت بتضلل انت احد انهيارات هذا الوطن انت احد انهيارات وطنك انت احد انهيارات مجتمعك ولذلك لازم حبري قلمك ده وانت بتكتب لازم تشوف انت بتقول ايه ماذا تقول وعن اي شي انت تقول ولذلك مهم جدا جدا ان احنا ولادنا المزيعين يكونوا على درجة من الثقافة درجة من العلم درجة من الوعي درجة من الفهم درجة من الادراك ويبقى عندهم درجة تحليل مواقف ويكونوا قرآنيين يكونوا من أهل القرآن الكريم يكونوا من أهل القرآن الكريم ومن أهل سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لأن القرآن الكريم أعطيني أوامر أعيش بها في الحياة الدنيا وعطيني نواهي أكتنبها في الحياة الدنيا وهكذا سنة الحبيب الأمين محمد صلى الله عليه وسلم أعطياني أوامر أحيا بها في دنيايا وعطياني نواهي أكتنبها في دنيايا فأنا بكده بسلم لأن القرارات تربوية بشرية كثير من الناس بيأخذها فييجي واحد تاني يغير المناهج البشرية اللي عملها فلان فلان ويبتكر مناهج جديدة وفلان فلان يأتي فيكتشف أن اللي كان مكتوب ده فيبتهج مناهج جديدة إنما أنا عندي منهج القرآن الكريم الذي لا يتغير ولا يتبدل قال تعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون فلابد أن أنا أأخذ هذا الكتاب من هذا الكتاب المقدس الجميل الرائع الراقي النور المبارك أأخذ منه خطط حياتي أأخذ منه قوانينه أبتعد عن نواهيه أيضا بيعلمني القرآن الكريم أن أكون صاحب قرارا وبيعلمني الهمة العالية وبيعلمني أن أنشر الأمل وبيعلمني أن أكون شيء جميل في الحياة فالقرآن الكريم قال تعالى طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فأنا ليه كتاب مقدس ليس سببا لشقائي ليس سببا لشقائي أنتوا شايفين الكتب اللي اتحرفت اللي التزموا بيها بيبيدوا أهل غزة يعني هؤلاء أخذوا الكتب التي تم تحرفها كما قال تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه يعني القرآن تكلم في هذا وهذا الإنسان يأخذ الكلام المحرف الكلام اللي بيقوله أقتل وأسبح وأبيد وانفي وأعمل 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 رب الكون رب الرحمة رب الحنان وحنانا من لدنا علشان يحيى إنسانا يبيد يبيد نفوس يبيد أرواح يبيد مشاعر وعواطف وأمم عالية يبيد أحلام ناس كانت عندها أحلام ناس كانت عندها خطط ناس كان عندها حاجات جميلة جدا كيف يحيوا كيف يعني لدرجة تركيزهم على إبادة الطفل اللي هو مصدر الحنان حتى لا يكبر ويكون قيمة جميلة في الحياة استمعت إلى طفل يقول يعني نحن لا نكبر لأنهم في كل فترة يبيدوننا فهو ده اللي أنا عايز أقوله إن أنا عندي كتابي المقدس والقرآن الكريم بيعلمني أن أحب الآخرين وأحافظ عليهم وعلى دمائهم وانتوا شفتوا شفتوا اللي خدوهم رجعوهم آمنين رجعوهم بصحة جميلة رجعوهم بمنظر يفرح هو ده إسلامي هو ده ديني هو ده أنا أدافع عن أرضي ولكني لا أتعدى ولا أتخطى حدود الله تبارك وتعالى أدافع عن ديني ولكني لا أكون سببا في مخالفة شرعية أدافع عن ديني وإن الآخر ظلمني أنا لا أظلمه أنا لا أفعل ظلم وإن ظلمني هو أنا لا أرد ظلمه بظلم إطلاقا إنما أرد ظلمه بعدل وأرده جهالات أرد الجهالة التي عنده بعلم وأرد يعني يعني انتوا شفتوا ما شاء الله تبارك الله نموذج الإسلام السهل السمح المفرح وحتى اللي كانوا متخدين وهم بيبتسموا بقولولهم مع السلامة حتى الكلب الكلب أما هو الكلب ده روح بعض الناس يوم خبط كلب بالعربية أقول لك أصله كلب لا ده أنت ستسأل عنه يوم القيامة لأنه روح وأنا لم أؤمر بقتله إطلاقا ما لم يكن عقور يعني بقى أصبح يعني كلب قاتل ما لم يكن كذلك لا جزء لي أن أقتله بحال من الأحوال فالهمة العالية بقى تكون عندنا إحنا كلنا يبقى دلوقتي يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسقهم بنبأ فتبينوا قبل ما اتخذ قرارات رد فعل لازم أتبين علشان رد فعلي يبقى مبني على علم مبني على معرفة مبني على فهم مبني على وعي مبني على إدراك مبني على رؤية مكتملة للأمور هو ده الإنسان المؤمن اللي ربنا يعني ده أحد قوانين القرآن الكريم يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسقهم بنبأ فتبينوا هو أم بأبيه أم بأ أي قيل له أم بأبيه جاء بالنبأ وطبعا النبأ يعني له كلمات كبيرة في اللغة العربية وأنا ما بحبش أقول وقال ابن الأسير وقال في مختار الصحاح وقال في لسان العرب وقال ما بحبش له لأن أنا مش قاعد في الجامعة لما بيبقى فيه بقى محاضرات علمية بنمسك الكلمة وإنما دلوقتي جالس مع أهلي وحبيبي وجالس مع يعني عباد الله الصالحين يعني إحنا درجات علمية بتتفاوت فالمفروض إن إحنا نقف بجوار بعض وخلي بالنا من لساننا وربنا ما يرميكوش في دي أبدا يا رب العالمين ويفرج الكرب عن المكروبين يلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا